وهنا كان الشهيد القائد أبو مهدي المهندس رضوان الله عليه ونعم نحكي قبل تأسيس الحشد نحكي بال2003-2004 كان الشخصية المركزية الأساسية إلى جانب الحاشقاسم سليماني في تنسيق عمل المقاومة وفصائل المقاومة والتواصل معها وإعانة الحاشقاسم في حركة المقاومة في العراق لو كان هذا الحديث عن غير جمال جعفر محمد المسمى أبو مهدي المهندس لما أثار زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله سخرية المتابعين كما أثارها عندما جعل المهندس زعيم المقاومة في وقت كان فيه المقاومون الحقيقيون يدمرون المدرعات الأمريكية بينما المهندس كان نائبا في برلمان لا يمكن لشخص أن يدخله إلا بعد أن تشمه كلاب التفتيش الأمريكية تزيف الحقائق وقلب الوقائع تتناسب مع تتمة خطاب نصر الله في تعليقه على العدوان الصهيوني على غزة والاستهداف الصهيوني لقادة في حماس في منطقة من المفترض أن تكون محصنة أمنيا واستخباراتيا ولا تحدث فيها خروق أمنية دون تسهيل من المسيطرين على المنطقة رد حسن نصر الله على هذه الحادثة لم يكن أفضل من رده على العدوان الصهيوني على غزة اجترار ذات شعارات التهديد والوعيد ثم تطعيمها بالكلام عن الحكمة بالرد ومراعاة حسابات الواقع هذه الجريمة الخطيرة لن تبقى دون ود وعقاب كيف سيكون هذا الرد؟ يجيب الحرس الثوري عن ذلك عندما قال في بيان له إن اغتيال العاروري جريمة لن تجعل حسابات المقاومة تقع في خطأ استراتيجي وبمعنى أوضح تنصل صريح من أي رد يوازي حجم هذه الجريمة وكما اعتاد المراقبون بعد كل شعار مقاومة يطلقه محور إيران لابد لهم أن يذكروا بأن تدمير دول المنطقة حلم صهيوني نفذه النظام الإيراني ووكلاؤه ترجمة نانسي قنقر